يعني ب enfrentكم مرة أخرى شرفني ونوالي النجم كابتن عمل الصفتي نجم نادي الزمالك والنادي المصري الأسبق يعني واحد من المدافعين اللي كانوا رائعين جدا مع النادي المصري وكان جيد جدا مع نادي الزمالك مع كثير من الانتقاضات والهجوم في جيل معين هنخش في كل التفاصيل دا تتذكروا أكيد عمل الصفتي واحد من المدافعين الكبار اللي كانوا موجودين فيه الدوري المصري الممتاز نvo вами كابتن عمري بنور الدنيا دايما بسعد بتوقع ده أنا بك كريم وأنا مبسوط اللي أنا معاك طبعاً الثانية أنا باهنيك على البرنامج الجميل اللي عمل صدق حلو قوي 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 بصراحة شكرك يا رب وأنا مبسوط جداً اللي أنا معاك يا حبيب بس أنت وحشنا مفيش أنا كنت الفترة الفاتح كانت تخنان شوية في الوزن فقررت اللي أنا أتمنع شوية اللي أنا أظهر في التلفزيون الغاية لما أجيب وزني شوية كويس وبعد كده استغلت الفترة دي اللي أنا أخد رخص تدريبية لأمارس بها التدريب في الكرة القاتل هاياً بدأت آه بدأت وخدت بدأت الرخص آه بشكر الدكتور جمال محمد علي بصراحة تعب معنا جداً اللي هو جاب الرخص بعد السبع سنين ممتاز وبشكر الدكتور ميو عبد الريازي طبعاً ومنطقة بورسعدي الكابتن محمد ياسيد وكابتن جمال نوفا اللي هما أتحنى الفرصة اللي إحنا نتعلم آه بصراحة الواحد يستفد جداً بالدورات دي والعادة تتساعد بقى أكتر عشان لما تروح لآه حاجة في آسيا أو بتاعي يعترفه بالرخصة بتاعها هاي يعني أنت خلق هتنزل على الأرض قريب يعني آه مدرب لا أنا كنت أصلاً موجود قريدي بس هيا كانت وقفة سبع سنين صح اللي رخص كانت وقفة آه الرخص كانت وقفة لما بتيجي توقف بقى بتاخد كرسات التدريب وبتاخد الرخص والحاجات دي كلها بتقول لنفسك كده أنا أمنياتي أدرب بيه كل أحد عنده أمنيات آه أكيد هتبشي للطريق كله آه استيب بقى استيب طبعاً مفهوم آآ أمنيتي اللي أنا أدرب الفرة اللي أنا لعبتي فيها يعني المصري زمالك آآ وإن شاء الله منتخب مصر أنا كنت من آآ منه أنا صغير من منتخب ناشئين آآ ابني منتخب مصر آآ